السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية مرحبا بكم في الجزء الأول من الدرس السادس في مادة الرياضيات للسنة الثانية من التعليم الابتدائي عنوان الدرس قياس الأطوال باستعمال المتر والسنتيمتر أهداف الدرس تعرف وحدات قياس الأطوال السنتيمتر والمتر واستعمالها تعرف العلاقة بين المتر والسنتيمتر رسم قطعة مستقيمة بمعرفة قياس طولها المعبر عنه بالسنتيمتر أكتشف أتمرن أحسب قياس طول كل شريط لدينا شريط أزرق وشريط أسفر طول الشريط الأزرق هو 10 سنتيمتر وطول الشريط الأزرق هو 13 سنتيمتر لأن 15 ناقص 2 تساوي 13 أكملوا طول قامة حسن هو متر واحد و 27 سنتيمترا طول قامة سعيد هو متر واحد و 30 سنتيمترا طول قامة عائشة هو متر واحد و 15 سنتيمترا أحسب طول الخط الأحمر بالمتر وبالسنتيمترا لدينا مسار نملة لنحسب طول هذا المسار بالسنتيمترا علما أن الطول ما بين خطين عموديين هو واحد سنتيمترا كذلك المسافة ما بين خطين أفقيين هي واحد سنتيمترا إذن لنحسب من نقطة الانطلاق واحد سنتيمترا اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون ثلاثون واحد وثلاثون اثنان وثلاثون ثلاثة وثلاثون أربعة وثلاثون خمسة وثلاثون ستة وثلاثون سبعة وثلاثون ثمانية وثلاثون تسعة وثلاثون أربعون واحد واربعون اثنان واربعون 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 87 87 92 94 95 95 95 96 95 96 96 99 99 99 97 94 90 99 99 99 100 99 99 99 99 99 100